بمناسبة عيد تحرير السينة واعادة فتح بحيرة البردويل امام الصيادين في سينة لنا في ذلك تقرير وقد يعقبه حتة بقى وثائقي بالمناسبة عايزة بحكي لكم عليه قبل ما دي البردويل اللي مش بتاعت زمان البحيرة دي بالمناسبة زيها زي بحيرات كتير جدا في مصر محدش لمسها تقريما من العقد الاول للقرن العشرين لما جات مصر سنة 2014 وتولى الزمان من الامور فيها ربنا يا حاسبني على اللي هقوله راجل امين وواضح وعدل البردويل بقى لون هزرق والنعمة انت لو كنت روحت البردويل من خمس ست سنين لكنت تتخضم اللون المية وكذا الحال في سائر البحيرات المصرية اللي كانت موطن ومرطع للطيور المهاجرة والاسماك اللي زي السكر كل دا كان بيضيع مننا ما كانوش بيتلمسوا لا بيتلمسوا تنظيف ولا كانت البواغيز بتتفتح ولا بتتنظف ولا بيحصل حاجة ولا المية دي كانت بتتجدد بسبب انسدادات البواغيز وكان عليها تعديات وكانت فيه تجارة غير مشروعة حدس ولا حرج النهار دا نحن ممكن نروح نصيف البردويل بالمنظر اللي انت شايفه دا يا راجل يا طيب كل دا وبتسأل مصر اتعمل فيها ايه في ست ولا سبع ولا تمن سنين لا دا تعمل كتير جدا هو اعجاز حقيقي باقدم المصريين بالمناسبة ترجمة نانسي قنقر